بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا ما زلنا مع الاحداث وما زلنا بنسير مع الاحداث والاحداث في الحقيقة بتتلاحق بشكل سريع جدا جدا وعلى مدار الايام اللي فاتت شهدت ارضنا في فلسطين وغزة عدة مجازر بشعة لا انسانية والضحايا في الغالب وما الاطفال والنساء وعلى مرأة ومسمع العالم كله وللأسف الى الان لما يتوقف القصف والتعدي على اهلنا هناك ولذلك احنا عايزين نقف شوية مع مفهوم مهم ان احنا نقوله دلوقتي لان احنا لازم نتربى عليه نتربى على مفهوم ان النصرة ليست النصرة التي في الحروب والمواجهات العسكرية فقط بل النصرة اوسع من كده لان الساينة لم يكفوا عن بطشه وعن محاولة الابادة ومحاولة التهجير اللي هم بيحاولوا يعملوها ومحاولة التطهير اللي بيعملوها بكل قسوة وكل لا انسانية ومعهم طبعا تمويل ضخم وبيدفعوا بقوات غير عادية للبطشب اهلنا في فلسطين واحنا فاهمين قوله تعالى انت نصر الله ينصركم واحنا فاهمين يعني ايه نصر الله نصر الله اوسع بكتير جدا 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 من انك تحارب فتهزم عدوك فيحربك فتحربوا لكن النصرة اوسع من كده وعشان كده فاهمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فاهمين ان المسألة اوسع من كده الناس لما ينتصروا على اليأس دي نصرة ولما ينتصروا على التدمير دي نصرة ولما ينتصروا على الاحباط دي نصرة ولذلك احنا هنا في مصر مش هنملأ ابدا ولا نتأخر ابدا عن دهمة علينا في غزة ودعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك عشان كده بنشوف كل الجهات اللي موجودة في مصر وزارة الصحة والتحالف وكل الكلام اللي بيحصل ده وازاي مصر سارعت على طول ويعرف ما نحتاجه في هذه اللحظة في الساعة اللي بتقصف فيها المستشفيات احنا بنجهز مستشفى ميدانية في الشيخ زويد لعلاج اهلنا في غزة عشان نعالج المنصابين اللي هيوصلونا عشان نلحقهم ونبعد سيارات الاسعاف المجهزة عشان تنقلهم من داخل القطاع وتعبر بهم معبر رفح للعلاج وهنا في مصر بالتوازي مع ده وبالتزامن معه احنا مازلنا مستمرين في تجهيز قوافر المساعدات لغاية اهلنا في غزة بالدواء والطعام والمياه بأطنان كبيرة كاتبين على قلوبنا ماذا؟ المسلم والمسلم كالبنيان كل ده وإحنا بنعمل لأننا مؤمنين بالنصرة نصرة أهل الحق على أهل الباطل نصرة أهلنا وأشققنا ومساعدتهم على الوقوف في وجه العدو السهيوني الغادر الغاصل الأسيم حضرة النبي علمنا شيء احنا مش قادرين غير ان احنا نعمل بكل جهدنا عشان نحقق أمر حضرة النبي اللي وجاء في شكل بيان يكرس فينا معنى الإيمان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحم أنا بس عايز أقول لكم حاجة كلنا بلا استثناء حسين أن في حد بيزق حد لفخ وإحنا منتبهين لهذا الفخ ليه طيب عشان تتراجع النصرة وتبقى النصرة مش مستدامة إحنا هزين النصرة تبقى مستدامة مستدامة بثلاث طرق نصرة فيها منع نمنع ونوقف العدوان ونصرة فيها دفع تدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ويبقى فيه تدافع وفيه كمان رفع للأثار اللي بتحصل دي كلها فالنصرة مش هتكون نصرة نصرة بس للمنع بل كمان بهذا المسلس الواضح ده مش تنظير ده فهم القضية بشكل متسع عن النظرة الضيقة اللي بتتكلم عن القضية على ان هي ان احنا ننتهي ويحصل انتصار عسكري او اي انتصار باي شكل في اللحظة دي احنا عندنا مخطط واسع مخطط احنا اشتركنا من اجله في حروب كتيرة وفي بعض الاحيين عقبنا عشان نصرتنا للقضايا الفلسطينية احنا دخلنا في 48 حرب وفي 56 حرب وفي 67 حرب وفي 73 انتصارنا على العدو في حرب فالحقيقة المسألة مش مسألة مكتزئة مش ليه لو هتنتهي ده مسألة اكتر من كده ونظرة اعمق من كده ولو رجعنا كمان دفتر الاهداف والمصالح الاستراتيجية اللي موجودة هنعرف ان احنا لابد ان احنا نكون بفكر زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا امرنا بايه بان العاقل من دان نفسه وعمل الى من بعد الموت فعلمنا ان احنا نبص بنظرة اوسع من النظرة اللي تحت رجلينة ولذلك الصحابة لما جالوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ألا تستنصر لنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه مع الثبات وكلمه مع الرؤية ويفضل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمة في التعامل مع الاحداث وخاصة الاحداث اللي بيكون فيها نوع من انواع الفخاخ الموجودة كتير هيفضل رؤية رسول الله بتعلمنا ان احنا نكون فاهمين ايه المطلوب مننا وايه الظرف اللي احنا نقدر نتعامل معا فرغم ضعوبة الظروف اللي بنعيشها الا ان مصر بكل كيانتها حكومتها وشعبها وقفة وبتبذل كل اللي تقدر عليه لنصرة اهلنا ويفضل الجواب في الحالة اللي احنا فيها دي مصر ولو مصر هتكون هي وقفة الوحدة هتفضل مصر هي الوحدة هتفضل هي مصر مصر هي التي تحمل معنا النصرة ومصر كانت طول الوقت بتقوم بالنصرة على مر السنين في كل وقت من الاوقات تخنى فيه عشان الحفاظ على الاقصى بس في شيء مهم وإحنا قبل كده اتكلمنا على معنى الرباط اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبوا لأهل مصر كتبوا لأهل مصر ولذلك أما الرسول اللي صلى الله عليه وسلم لما تفتح مصر نتخذ منها جندا كسيفة وكأن هذا الجند الكسيف ده متشل وقت عوزة الوقت اللي احنا فيه ده بس فيه شيء مهم لازم نفهمه ان كل اللي حصل وبيحصل ده تحت سلطان مولانا سبحانه وتعالى وكل شيء بأمره وبحكمته وربنا سبحانه وتعالى مش بينسى عباده ما ودعك ربك وما قاله أليس الله بكاف عبده بس واحدة واحدة لأن احنا لاحظنا حاجة غريبة قوي ان الناس طول الوقت وكأنهم بيقولوا متى نصر الله لو انت قصد ان نصر الله هو ان انت تهزم حد عسكريا فالمسألة القضية الفلسطينية أوسع من ماذا المعنى القضية الفلسطينية هي قضية أمة هي قضية حضارة القدس ويعاصمة للدولة الفلسطينية هي عاصمة للأمان ومجمع لكل من يطلب السلام ويطلب الأمان ويطلب الخير وتلويث هذا المقام المقدس هو ده اللي بيخلينا بنقول ان القضية مش بس فيها جانب عسكري لكن فيها جانب يتعلق بالوعي وربنا احنا متيقنين ان احنا بنقول الكلام ده وتو احنا بنكلم على جانب الوعي ان احنا ابدا مش غفلين الصوت اللي قاعد يقول لنا توفين النصر العسكرية توفين كذا 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 اما ما لازم يلتفت الى فكرة الفخ اللي بيصنع نفس الفخ اللي كان بيصنع لما حصل انه وازن تعدت ونقدت العاد عشان يحصل ده فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيل للصحابة ان هو لا يرضى الدنيا في دينه ولكن هو على وعد الله سبحانه وتعالى وعد الله ان هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيسبش حد من عباده ولا بيعاقب عباده بانهم ويتركهم في الشدة لان هو اللي بشرنا سبحانه وتعالى ولا الاخرة خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى وبشرنا وعرفنا ان الله لطيف بعبادي وامر المؤمن كله خير فكل شيء بنعمله بنقنديم الاخواننا هناك واخذن باسباب النصرة حتى نصل الى النصر لكن النصرة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى وهنا لازم نعرف ان النصر مش مرتبط بس زي ما قلنا بالانتصار العسكري بتاعت فوق السلاح والعدد والعتاد عارف انت لو هي المسألة مسألة السلاح والعدد والعتاد هم عايزيننا نوصل لهذه المسألة عشان ايه عشان نحس باليأس ونحس بالهزيمة بسبب الاطنان من الجرائم التي مورست لغاية يومين تلاتة فاتوا كان اللي ألقي من اطنان القنابل بيساوي مرتين اللي ألقي في هوروشيما انا ما شوفش ما شوفتش اجرام اكتر من كده انا مش عارف الدول اللي لغاية دلوقتي ما بتوقفش مع مصر عشان توقف هذا العدوان هي قادرة تطيق ازاي الشعوب ما بقتش مستحملة مش مستحملة هذه الوقاحة وهذه اللا انسانية وكأننا أبرها جاي عشان يهد يهد بيت اللا الحرام بس اعلى فكرة الله سبحانه وتعالى سيكون وهذا وهذا وهذه النور والبريق اللي بيظهر لنا بيأكد لنا ان الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الناس اللي بيخرجوا والله سبحانه وتعالى بيكتب لهم وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى اذا فلازم نكون فاهمين كويس قوي ان المسألة مش محتاجة طير الابابيل لكن في تسديد الرمل للمجاهدين كمان واهل النصرة وعشان كده احنا ما بنفهمش اني زي ما سيدنا عبدالله ابن عباس ما كانتش بيرى ان في احد كان فيه هزيمة لانه فاهم ان المسألة اوسع بكتير اوي 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 من مسألة الانتصار العسكري لان المسألة عندنا هي مسألة ماذا مسألة ان المسألة ستستمر تيجي اقول لكم الحقيقة الحقيقة ان فيه حد لما قال لحظة نفهم ده بشكل واضح لما حد قال ان هو فيه دم رخيص وفيه دم فيه دم رخيص ممكن يبيده وقال ان هو الدم النقي ده انا مش شايف مش قادر اسمع غير كلمة واحدة بس انا خير منه انا مش سامع مش قادر اسمع غير ان النداء دوت هو نداء جيش الشيطان انا مش قادر اعرف ان ندوت هو ده شركاء الشيطان اللي بيكلمه هم شركاء الشيطان اللي بيقولوا ليس علينا في الاميين سبيل هو ده ان يبقى فيه حد دمه لا يساوي فإن اللي يحصل فاستطيع ان انا اتخلص من دمه زي ما نعايز تبه الشيطان الشيطان طلع وعلى عمر الرجيم فنأسر الله سبحانه وتعالى بيكون وهيكون وهو حد يحبط ويقول ويقول لك احنا مش بنقدم حاجة ولا بنعمل حاجة وما فيش امل لا الامل حاصل والنصر حاصل لان احنا بننصر الله سبحانه وتعالى يعني ايه بننصر الله بننصر الله لان احنا بننصر القيم بننصر مستضعفين واللي بنقدمه لازم نعرف ان هو دوت عشان الاستدامة تعال بقى نفكر بتفكير حضرة النبي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش كل حضارة بتتبني تدخل عركة والعركة دي ممكن تهد الحضارة دي لكن رسول الله علمنا حتى وإحنا بننصر نرصر وإحنا عينينا على الاستدامة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل واللي بتقدمه مش قليل أبدا فدور مصر في التخفيف من الأزمة واللي احنا بنعمله والمساعدات ده مش قليل بس مش معناه ان هو دوت بس اللي عيفق الأزمة احنا بنفكر بقى وبنضغط وكل الضغط اللي احنا بنمرسه وكل ده كل ده من المساعدات ومن السند أنا بتكلم معاكم زي ما بتكلم مع أولادي في البيت مع أهلي عشان الغاشم دوت هو مش هيعمل الكلام ده مره وهايخلص فانت لو كنت عايز تدخل معاه فهو ممكن يستنزفك وانتو عارفين انه ما أسدزة في الاستنزاف فانت لازم تكون فاهم كويس جدا جدا اللي انت عندك فاهم كويس جدا جدا اللي مخططه بسبب مخططه اللي يتعلق بالمصالح اللي بتضره بمصالح مصالح أو مخططه المتعلق بنفس الفلسفة واحنا مستغربين ليه مش فيه حد بنا بلده الجديدة على السكان الأصليين ما هي فلسفة معروفة فيه حد بنا بلده على السكان الأصليين فالنموذج المصغر منه والابن البارلي ليه برضو بيتبني على مسألة ايه ان احنا نتخلص من السكان الأصليين ولكن الله سبحانه وتعالى اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فلذلك لازم نفهم كده لازم نعرف ان الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله دولة منصورين من الله سبحانه وتعالى بس لازم نوسع مفهوم النصر النظرة اللي فعنين الناس دول اللي فعن أهلنا وأشققنا وهو بيقول اننا مش هتحرك من هذه الأرض دين نصر وان احنا نقول ان احنا كمان معاهم انهم مش هيتهجروا من بلدهم ولا كمان هنخرجهم من ديارهم دين نصر بس الناس لازم تفهم كده فجواجبنا دلوقتي كمصريين ومسلمين ان احنا نساعد نساعد بكل اللي نقدر عليه من تبرع ومن كل من تبرع بالمال موادر غزائية والماء والمياه والأدوية وتجهيز الشاحنة ولازم نقول كده طعام الواحد يكفل اثنين احنا لو نقسم اللقمة مع اخواننا هنعمل كده لان رسول الله بشرنا ببركة النصرة وبركة ان احنا لو عملنا كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ويوسع علينا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى معانا ومش بس كده لو كان اللي يقدر على المساعدة على التعبية والتوصيل لابد ان هو يساهم بقدر الامكان في ده والأطباء المصريين هيقدروا يعقوموا بواجبهم في العلاج في المستشفى الميداني في الشيخ زويل وهنفضل احنا دايما الردء والدرع لاخواننا وهنفضل بنقدم كل ما نستطيعه لانقاذة ضحايا والمصابين خلي بالكم النصرة محتاجة استدامة لو سمحتم النصرة محتاجة استدامة النصرة مش وقت وينتهي احنا محتاجين مش بس نفس طويل وعلى فكرة من ما قاتل العدو الغاصب من ما قاتله انه ما بيقدرش يداوم فلزاك احنا لازم نكون جاهزين للاستدامة لان هو بيراهن على انه يقدر يعمل اي حاجة خاطفة لكن احنا مستمرين على ان احنا اصحاب حق واحنا ما بنتركش حقنا ابدا وانفضل محافظين على الارض والعرض ما حدش يقدر يهوب نحنة مصر ولا ارضها وفي نفس الوقت ما حدش هيهجر اهل غزة من ارضها لحاجات ما فيهاش فصال عندنا ما فيهاش فصال عندنا ان الارض زي الارض وان الارض دايما بتكون عنوان من عنوين معرفة ما اقامنا الله فيه وان العدو السهيوني تحت قهر الله وتحت قدر الله والله اكبر من كل شيء وكل ما يجري يجري بعلم الله هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى ونحن عندما نسير بهذا نسير بماذا والله غارب على امره اذا لازم نحافظ على حسن ظننا بالله ولازم نعرف ان الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فيوم العدل تحاصل هيحصل العدل في الدنيا وفي الاخرة واحنا ان شاء الله يد الله التي بها يصل العدل للناس وان شاء الله بنصرتنا للحق فنحن لدينا نصرا ان شاء الله لا محال هتتحقق بان احنا نستمر محافظين على الارض والعرض ومحافظين كمان على تماسك اخواننا ويفضلهم كمان متمسقين بان نصر الله سبحانه وتعالى قريب وان فرج الله سبحانه وتعالى قريب يا رب بيعا من أجلنا اجعلنا على الدوام على السبات واجعلنا يا رب دائما من أهل النصرة النصرة بمعناها الواسع بمعناها الشاملة النصرة يا سادة أوسع بكتير من طيارة ودبابة النصرة نصرة قضية النصرة نصرة قيم النصرة نصرة معنى والله هي دي الحقيقة مش الحقيقة أن أنت تعمل حاجة عشان محدش يقول عليك مهزوم لكن الحقيقة أنك تفضل تنصر لغاية ما ترجع الحياة حياة مليئة بالعدل ومليئة بالرحمة مليئة بالخير مليئة بالجمال مليئة بأن كل واحد يعرف أن البشر سواسية ما فيش حد أنقى من حد لكن الكل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى فاصل وبعد الفاصل نرجع عشان نتلقى أسئلتكم من مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من مباركة نجاوب عليها وتظل الصفحة جسر مفتوح بيننا وبينكم عشان نفضل في مجالس العلم نفضل متنورين بمدد الله سبحانه وتعالى ومعانا أول سؤال لأستاذ صلاح من المنوفية أستاذ صلاح تفضل نعم وفضل الحمد لله الله يرضى عنكم الله يرضى عنكم ومبارك فيكم ويحفظكم يا سيد تفضل يا أستاذ صلاح يا رب يا رب يا رب يا رب بس يا أستاذ صلاح ونتسمر في تعميرنا لأن القضية كلها إحنا بقدي إيه عن داوم قدي إيه هتحصل النصر إن شاء الله أستاذ صلاح تفضل شكرا يا أستاذ والله كم سؤالي حضرتك سريعا أننا عندي بنودة لها مبلغ رصدتها لها عشان جهازها يعني طيب فهل مبلغ ده عدى عدى نصابت الفعل بس أنا رصدت للغرض ده هل يبوز عليه الزاكة أولا لا طيب سؤالي هل هي عندها كم سنة دلوقتي عشرين طيب فيه خطيب متقدم لا لا يا باب بس أحضيرات مش أكثر لأنني أتعرف الظروف كده أنا عارف بص يا سيدي إمتى الفلوس دي مش هيبقى عليها زكاة لو إن إحنا عندنا الفلوس دي مرصودة عشان ندفع بيها تمن الغسالة وتمن التلاجة وتمن الحاجات دي كلها اللي هي تمن الشوار يعني إذا كانت الفلوس دي محطوطة عشان تمن الشوار ده يبقى خلاص دي مش هتبقى عليها زكاة لإنه خلاص دي محطوطة على تمن هذه الأشياء لكن إذا كنا احنا بنحوش عشان ما يبقاش عندنا أي زنقة لما ييجي وقت الجواز ولكن ما فيش أي ترتيبات تتعلق بالجواز دلوقتي هيبقى الفلوس دي عليها زكاة لإنها تبقى مدخرة مدخرة وأي مال مدخر بيكون عليه زكاة ما لم يكن ثمنا لحاجة موجودة فإن شاء الله يبقى عليه زكاة وإن شاء الله ربنا يبرك له وإن شاء الله يكتب لها إن شاء الله الزواج المبارك في أقرب فرصة إن شاء الله وتسعده وتتهنه بيه يا سيد صلاح أستاذ علاء من إسكندرية أستاذ عمر عليكم أستاذ عمركاتو أستاذ علاء السلام عليكم أستاذ عمركاتو عليكم أستاذ عمركاتو أحمد الله فضل ونعمة يا سيدي أستاذ عمرك فيه سؤال عائد سيد صلى الله عزيزة لأن ذات الأرواح حسنا موجودة في البربة مجالة من البربة أستاذ ربنا ما عليش الصوت مش وضع ممكن نكلم ببطء شوية عشان أسمع الصوت طيب سمعين معايا ما عليش أستاذ صباح ممكن أستاذ علاء ممكن تكلمنا مرة تانية أستاذ علاء عشان بس يكون الصوت أحسن من كده بص يا جماعة إحنا ليه بنقول كده إحنا في عندنا في الزكاة الأشياء النفقات اللي عندنا بتتخصن من نوعاء الزكاة يعني أنا لو عندي نفقة بعملها على الصيانة بعملها على بشتري حاجة للبيت كل الكلام ده بتخصن من الأموال اللي عندنا عندي قصة بتخصن من الفلوس اللي عندي في الزكاة لأن دوت أموال هي في نفقاتي فيتخصن من نوعاء الزكاة ويفضل نوعاء الزكاة للأموال المدخرة التي يجب أن تكون يجب أن نستثمرها وأن ننميها وعشان كده قلنا لأستاذ صلاح أن الفلوس ده لو كانش فيه عريس وإحنا بنجاهز لده وبندفع فلوس الأشياء اللي احنا بنجيبها يبقى الفلوس دي المدخرة عليها الزكاة نعم يبقى إذن ده جزء مهم جدا جدا نعرفه في مسألة الزكاة عماد أستاذ عمادي تفضل أستاذ عماد أيها فاني تفضل يا أستاذ عماد الآن أنا معايا يا حد الشيخ معاك بس يا أستاذ عماد أتمنى على حضرتك أن حضرتك توط التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرمت نعم تفضل شكرا لو سمحت يا بي تفضل يا أستاذ عماد تفضل أنا دلوقتي كنت أاخد محل من ولدتي إجار و ولدتي توفق والمحل دا أقدي طيب يعني انت انت كنت مأجر المحل من ولدتك راحما الله история هي والدتك المحل دا المحل دا كان ملكي والدتك ولا كان إيجار أه كان ملكي الولدتك طيب فاندي وجات الأقدي بالوقتي عايزة تزود على الإيجار من بعد لما ولدتي توفق لدي أنて الإيجار زي ما ولدتي كان بتأخذ وأنت تغذير وزا قلت هزود هزود ايه مني ليك كده تذكائي يعني ايه ولو ظهر زيادة بعد كده الحكومة طلعها زيادة انا مش هفعل يا ده الثاني لان انا زودت مني للنفس بس اوها دلوقتي في حاجة لازم نفهمها بس يا استاذ عماد انت مفروض المفروض ان المحل ده ده عيبقى شركة بينك وبين اختك صح ماشي مقا هي تاخد الاجتماع اسمعني بس الاول خالص عسيم بس اتأكد يعني المحل ده جزء من مراسكم من والدتكم صح كده لا هي مراسة هي بس مراسة اتخي بس هي مراسة محل كويس يعني انتو عملتوا فرز وتجنيب فهي دلوقتي كل واحدة يعرف حقه فيه فهي دلوقتي بقيت انت مؤجر الايجار من اختك لا انا زي ما انا كده العقد اللي معايا بتاع والدتي اللي هي تتكبهولي ومنصك وشارع عفار وكل حال طب واحدة 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 واستاذ واحدة واستاذ عماد عشان بس واحدة واحدة يعني مش هندخل موضوع الام عشان ما نخليش الايجار مقدس واحدة واحدة بس والدتك عندما توفيت زالة ملكها عن كل ما تملك لان الانسان اذا توفى اصبح لا يملك شيئا زي ما انت حضرتك خدت الشقة عبارة عن الشقة ديت على ان انت خلق انت خدت الشقة والشقة بقت باسمك ليه عشان انت بقيت بديل والدتك في ملك الشقة صح اه ان شاء الله وطيب واختك دلوقتي هي بديل والدتك في ملك الايه المحل اه يبقى هي دلوقتي لما نجي نتفق على الايجار عن نتفق مع مين اه عن نتفق مع اختك فانت دلوقتي بتقول لها لا والله الايجار ده على الايجار اللي كان مع والدتي لا يعني الايجار ده كما هو واضح ايجار جديد فهو انتهى بوفاة والدتك رحمه الله اللي انت بتقول عليه دلوقتي ان قيمة الايجار انت عايز تسبب قيمة الايجار على ما كان بينك وبين والدتك لا قيمة الإيجار هتكون بما تتفق عليه أنت وأختك ليه؟ لأن مالك هذا المحل الجديد هي أختك إلا إذا كان أنت عندك إيجار قديم وبرضو إذا كان هناك إيجار قديم بينك وبين والدتك يعني يعمل لك إيجار قديم مثلا تسعين سنة مثلا إذا ما كانش في إيجار قديم ده يبقى حضرتك على طول هتتفق على الإيجار الجديد مع أختك لأن هي صاحبة المحل الجديد زي ما أنت أصبحت صاحب المحل صاحب الشقة لأن إذا توفى الإنسان خلفه ورسته في ملك ما كان يملك لأن الموت يزول به الملك الموت يزول به ملك الإنسان عما يملك نعم أستاذ علاء من إسكندرية رجع لنا تاني أستاذ علاء تفضل أستاذ علاء تفضل أستاذ علاء أستاذ علاء أستاذ علاء تفضل ما عليش يحاول تتكلمنا تاني يا أستاذ علاء نعم أستاذ مين أستاذ أستاذ مين أستاذ سيناء من أستاذ سيناء من الإسماعيلية أستاذ سيناء من الإسماعيلية أستاذ سيناء أستاذ سيناء أستاذ سيناء أيوة يا فندم إزاي حضرتك يا فضلت الشيخ أهلا وسام بحضرتك كنت عايزة بس أيوة يا فندم أنا سامة حضرتك طب يبقى حضرتك مش هتتكرمي عليها وتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون تمام تمام يا فندم تمام بس اسمحي لي إن أنا أحيي والدتك ووالدك على الاسم الجميل ده ربنا يبارك في حضرتك مش حاليك اسمك سيناء سيناء أيوة يا فندم سيناء محمد بنا يجعلك دائما كده مباركة بأنواري سيناء تفضلي ومامتي اسمها مباركة على فترة الله ده القصة مركزة إن شاء الله على النور على التجلي الرباني رحمة الله عليها حضرتك تدعي لها بالرحمة ربنا يجعلك إن شاء الله في فسح الجنات ويجعلك إن شاء الله في حياتي البرزخية ويوم القيامة إن شاء الله تمام وانا كنت عايز اسأل حضرتك بس عن حاجة معلومة. تفضل يا فانت. دلوقت حضرتك انا عندي طفلين عينين. مم. طبيني ان شاء الله يجمع لهم بين تمام الاجر والعافية. ربنا يبارك وحضرتك. وعندي ديونة في حدود خمسة وثلاثين الف لنية. وقاعدة بالاجار وعندي اتنين سنوية عامة. مم. فانا حضرتك محتاجة ان انا اسدد ديونة عشان اقدر على اسرف على الاولاد اللي هما الاتنين العينين. واحد عنده عيب خلق في المخ وكهربا زيادة. والتاني عنده عيب خلق في مجرى الكريا اليمين. طيب. 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 حضرتك بتسألين يا عشان هل من من سبيل ان احنا نوفر شيء? اه يا فانت. طيب. عشان بس اسد دي لعلي. ان شاء الله ان شاء الله ازا استطعنا يا ربنا. ولكن انا بقول لحضرتك مهم جدا جدا ان احنا ننبه على ان في جملة من المشروعات. جملة من مش بس المباردات الرئيسية. جملة من الاشياء وجملة من المنافذ التي تتعامل مع حالة اه السيدة سيناء رضي الله عنها. زي حياة كريمة وزي كمان اه التحالف كمان الوطني. كل الكلام ده انا ازن كمان حضرتك كمان محتاجة تتواصل معهم ان شاء الله. ربنا يكتب كل الخير وكل الساعة وكل الفضل ان شاء الله. نعم. استاذة حالة تتفضل? استاذة حالة. بس انا ممكن بس اسأل فالك. استاذة حالة تفضلي انا سامي حضرتك. ايو معي. انا بس يعني انا معي جوزي. تمام يعني ساعته كتير. اعملت مع كل حدك ويساك في بطراعة. جبتي معي او عربية ومشودي يكتب حاجة باسمي وانا دلوقتي وقف معي على الانفصول لان انا عملت معاه كل حاجة كويسة وهو مقدر هو. طيب يعني انت دلوقتي انت شايفة ان انت بازلت مع مع زوجك اشياء كثيرة جدا. ايه. وانت طلبت منه ان هو يكتب لك حاجة. تمام. وهو رفض يعني وكأنك انت بتقولي له انا عايزة حاجة تأمني. وانتو اصريته على الانفصال يعني الانفصال عشان هو ما رضيش يأمنك ولا الانفصال لاجل مشكلات اخرى. لا هو بيشتمني وبهني. حتى معي ابني وبينكي مش بيتعامل معيهم بالرفق كده يتكلم. يعني اقلنا حالة عنده ضرب فيه ما اهانة. انا استحملت معاه كتير بصراح. انت الجوازة ادي ايه? الجوازة بقالي واحد وعشرين سنة او اتنين وعشرين. يعني انا استحملت اه استحملت بقالي هو خلاص جبت تقصد امانة. مش هو دي تغير يعني انا كنت سايبها لبيت فترة وارجعكم الشراء دي تغير. فهلا انا لو انا انفصلت منه ده حرام? طيب اجاوب حضرتك يا استاذة حالة. بصوا جماعة احنا اي حد هيسألني السؤال ده. هل انا انفصلت من فلان من عن فلان ده اه هيبقى حرام? هقول له اذا اردت ان تنفصل فهناك اجراءات لازم تعملها قبل الانفصال. اول حاجة ان احنا نتأكد ان انتو الاثنين ما كنتوش ماشيين في المسار الخطأ. ودوت مش هيحصل غير لما تعودوا ما حد عايز مصلحتكم انتو الاثنين. لو كنتو قلتو احنا استنفذنا الاجراء ده لكن ما استنفذتوش اجراء ان انتو تحتاجوا الى ارشاد زواجي. ان انتو تيجوا وتعرضوا حالكم ده لان انتو اذا كنتو عجزين عن ان انتو تجدوا المخرج. ممكن تجدوا مخرج كتير. عملا بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر في الحالة اللي احنا فيها دي اهل الارشاد الزواجي. فاتفضلوا اه الى مركز الارشاد الزواجي بدور الافتاءة المصرية. عشان اجاوب على سؤالك ده. لان ما ينفعش اجاوب على سؤالك. واحنا ما سألناش احنا واحد وعشرين سنة. واحد وعشرين سنة عندنا حاجات كتيرة جدا 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 جدا. واحد وعشرين سنة. عندنا اولاد. وعندنا اوقات حسنة. وعندنا صفات جيدة عندي كل واحد فيكم. وعندنا حاجات ممكن نبني عليها. وعندنا صفات سيئة كل واحد فيكم محتاج ان هو يتخلص منها. وعندنا صفات كمان كل واحد فيكم محتاج ان يشاريك حياته يتخلص منها. اذا في حلول كتيرة جدا جدا ممكن تتعامل. فانا بنصح كمان اخوانا اللي بيتلقوا الاسئلة على الهاتف لما يتسئلوا السؤال ده لازم يبان ان هم استوفوا الحاجات اللي تخلي زمتهم بريئة من ان حد يكون ظلم حد او ممكن يكون واحد وعشرين سنة حد بيتحمل بس هو بيتحمل في الاتجاه الغضب يبقى ايه اللي حصل احنا محتاجين ان احنا ببساطة خالص نقعد مع حد متخصص ويشوف حالتنا ويدرس لنا درسة جدوة جدوة البقاء او جدوة الانفصال ونشوف الكلام دوت ويكون الامر دوت عن بصير وعن علم فنسأل الله سبحانه تعالى لكم التوفيق والسداد يا سادة احنا كلمنا على توسيع مفهوم النصرة وان احنا مستمرين في نصرة اهلنا نصرة اهلنا اللي هما في الحقيقة احنا وهم شيء واحد وانا ظل في هذه النصرة وانا ظل تد التهجير وانا ظل محافظين على الارض وانا ظل محافظين على العرض ده لاني حفظنا على الارض والعرض في خصوصية خصوصية الحفاظ على ارضنا وخصوصية كمان الحفاظ على ارض غزة الخصوصية هي ان ده هو اكناف بيت المقدس والحفاظ عليه حفاظ من اجل نصرة الحق ونصرة القدس ان يفضل طاهر يفضل مقدس يفضل مش لعبة في ايد اللي بيلعبه سياسة لكن يفضل طاهر لانه مصر النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم ابو الطاهر لازم القدس يفضل بعيد عن الاعيب المحتل الغاصب ويفضل القدس عاصمة لبلد طاهرة بلد يحافظ اهلها على القيم ويفضل القدس نور وبركة وتفضل ارضنا هي الدرع والرباط اللي بيحافظ على قداسة القدس يا رب جعلنا نستطيع ان احنا نحمل الامانة دي ونحافظ عليها ونعمل كل ما في ايدينا عشان تفضل الارض لأهلها مش للغاصبين اللهم انا نسألك عونا ومددا وبركة يا رب العالمين